البحرين استقبل سعادة السيد عبدالله الدرازي نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استقبل فريق عمل الشرق الأوسط والخليج بمجلس الاتحاد الأوروبية برئاسة السيد روبرتو ستوراسي الذي يزور البلاد حاليا للتعرف على المملكة البحرين وإنجازاتها في مختلف المجالات وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس المفوضين والمسؤولين بمقار المؤسسة بضحية السيف زميل يحيى العمري وتفاصيل اجتماع شفاف وصريح جمع أعضاء مجلس المفوضين والمسؤولين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع فريق عمل الشرق الأوسط والخليج بمجلس الاتحاد الأوروبي أطلع خلاله أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء الوفد على الدور الكبير والإنجازات العديدة التي حققتها البحرين بتعاملها الشفاف على الصعيد المحلي والدولي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان شرحنا للوافد الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لين أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وأن المؤسسة الوطنية هجزة أساسي من المشروع الأصلاحي لجلالة الملك حدثنا عن دور المؤسسة في تعزيز حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان والتدريب لمختلف القطاعات في حقوق الإنسان سواء التدريب كل هذه الأمور هي جزء بشكل أساسي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بملكة البحرين تخلل هذا الاجتماع العديد من الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء الوفد الأوروبي وأجاب عليها أعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وهو ما عبر عنه السيد روبيرتو ستوراسي رئيس الوفد بالشكر والثناء والتأكيد على الدور الكبير والإنساني الذي تقوم به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن الوفود الأوروبية والاتحاد الأوروبي الذي يشكل دعماً للبرلمان الأوروبي راح ياخذ انطباع عن قرب عن ما هي الإمكانيات المتوفرة في مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان مما يسهم في أن ينعكس ذلك على المجموعة الأوروبية وأن يكونوا أقرب للحقيقة بأوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين ميسج حاولنا أن نوصل إليهم وهو أن يتلقوا مصادر حقوق الإنسان من مصادرها الحقيقية ونضعهم في الصورة بعدد الشكاوى التي تتلقاها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وطبيعة هذه الشكاوى ونوعية هذه الشكاوى صلت الاجتماع الضوء على إنجازات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي منحت لها جائزة شايو لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي من قبل الاتحاد الأوروبي عام 2014 تأكيدا على تميزها واستحقاقها للجائزة الذي لم يأتي من باب الصدفة بل نتيجة الجهود الكبيرة في تعزيز حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان وتقديم التوصيات للحكومة وللجمعيات لتطبيقها على أرض الواقع اهتمام كبير توليه مملكة البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الجهود الواضحة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فقد جاء استقبال وفد المجلس الأوروبي هنا في مقر المؤسسة لتبياني وشرح منجزات المملكة في هذا المجال بكل حيادية وواقعية يحيان عمري لمركز الأخبار تلفزيون البحر